الغاية عندما قمنا بإدانة الاشتياح الروسي لأوكرانيا وأيضا كنا واضحين ورفعنا صوتنا عندما أدن انتهاكات قانون الإنساني الدولي التي تحصل في غزة وأيضا كما أعلن فيما يتعلق بهجمات حماس في السابع من أكتوبر فما مباتئنا واحدة وليس لدينا معايير مزدوجة مع الأسف في العالم لا يمكن للجميع أن يتمتع بالموقف نفسه شكرا لكم تنكن هذا مؤتمرا صحفيا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بتيريش في العاصمة الأدنية عما تحدث فيه عن وضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في ظل الحملة الإسرائيلية ضد هذه الوكالة التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن 171 موظفا من الأنروا قتلوا في قطاع غزة وهو العدد الأكبر كما قال في تاريخ الأمم المتحدة كذلك أشار إلى أن الوكالة وكالة الأنروا هي الشريان الحياة والأمل والكرامة في قطاع غزة وأضاف بأن الأمم المتحدة ملتزمة بدور الأنروا ونتائج المراجعة للتحقيق الجاري قد تجعلها أقوى وفق ما قالوا أكثر فعالية قال جوتيرش أن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار وأضاف أن هناك إجماعا دوليا عن الأن الاشتياح البري لرفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية جوتيرش في سياق المؤتمر الصحفي أشار إلى بذل جهود لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها الأنروا وقال إن الأمم المتحدة ماضية في هذا الاتجاه وأن ثمت دولا أوقفت تمويلها لوكالة الأنروا ودولا أخرى قد تراجعت عن هذا ودولا تنتظر نتائج التحقيق في الأمم المتحدة من أجل اتخاذ